طويلة منحة الله الجميلة بعضهم قد أفسدوها مشاهدين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكل العام أنتم بخير والله أسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة إنه لي ذلك والقادر عليه وسريعا نقرأ بعض التعليقات التي وصلتنا من خلال مشاهدين الكرام من خلال صفحتنا على فيسبوك وأيضا معنا التعليق الأول من الأستاذ أشرف الوكيل بيقول نفتح صفحة جديدة مع الله بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هشام الشمرأ بيقول صفحة الكل يشتغل وكل عام أنتم بخير أحمد سيد صلاح بيقول الإختلاط في الجامعات وما يحدث فيها والنصح للشباب والبنات بأنهم يتقوا الله عز وجل ويعرفوا أن الذين يفعلونه في الجامعة حرام ولا يجوز مثل الخلوات عند الكليات وغيرها طبعا أحمد بيقول عيد مصر سوريا وأيضا أخونا بيقول يريد كلنا نبدأ صفحة واحدة وهي صفحة جديدة مع الله ننسى ما مضى من ذنوب وبعد عن الله وظلم الخلق إلى صفحة كلها طاعة وحب لله لعل الله يخفر لنا ما مضى ويرضى عنه نقابي حتى ما ماتي بتقول صفحة جديدة مع الله ومع الرئيس الدكتور محمد مرسي حفظه الله معنا أيضا عبد بيقول السلام عليكم شكرا لك وبرك الله فيك ولضيوفك الكرام وعيد مبارك وسعيد الصفحة جديدة بالمناسبة عيد الأضحى هناك عدة صفحات جديدة نتطرق إليها من أهمها الدعاء لإخواننا في سوريا وفلسطين سلام ممدوح بيقول أنا باقترح صفحة جديدة لتعليم الثقافة وتوعية الناس خاصة الغير متعلمين من خلال فتح مراكز وغيرها من الوسائل الممكنة وفقكم الله محمد العشر بيقول الصفحة الجديدة التي نريد فتحها ثم الجد في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم تبصير الناس بحقيقة العلمانيين شاهر عماد بيقول يا أستاذ عمر بالله عليك أنا والدي خريك كل التجارة من أكثر من 20 سنة وما توظفش ولا حتى عندنا أي مصدر رزق ثابت كل أنا طلبة حتة أرض ناكل منها ونعيش عليها دي ممكن تكون أحسن صفحة نفتحها شيما عبد بتول تقبل الله مننا ومنكم ونريد الرجوع إلى دين الله واتباع سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم نسعد بمزيد أيضا من تفاعلات المشاهدين الكرام من خلال الصفحة التي تظهر أمامكم على الشاشة والسؤال التفاعل معنا أو استطلاع الرأي معنا ما هي الصفحة الجديدة التي تودون فتحها في عيد الأطحى المبارك يشرفني ويسعدني في هذه الفقرة الثانية أن أرحب بفضيلة الشيخ خالد الشيخ فأهلا ومرحام بك كل سنة طيب أهلا بكم وكل عام أنتم بخير والأمة كلها بخير اللهم أمين كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بالأستاذ خالد الشريف الكاتب الصحفي وأمين منتدى الوسطية فأهلا ومرحام بك أهلا بكم وأنت بخير وأنت بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال اللهم أمين فضيلة الشيخ خالد بداية وقبل أن ندخل في بعض المحاور التي اتفقنا عليها قبل الحلقة موضوع التحرش الجنسي يكثر كثيرا في الأعياد وفي المناسبات الكبيرة لسما في المواسم مع هذا المد للمشروع الإسلامي وتمكن المشروع الإسلامي الآن من المناصب القيادية والسياسية في البلد ألا ترى أنه من المفترض أن يكون المطاعدة يخف معنا أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية أبعث برقية لكل مسلم ولكل مسلمة على وجه الأرض أقول تقبل الله منا ومنكم جميعا وأعبر عن سعادتي أن أكون في هذه القناة التي أتشرف بأن أجلس فيها الآن وأسأل الله عز وجل بمنه وبكرمه لها ولجميع القنوات التي تحمل هم الدين التوفيق والسداد اللهم أمين ثم أقول إن ظاهرة التحرش الجنسي ما هي إلا ظاهرة ضمن ظواهر عديد أصل هذه الظاهرة وما يحدث فيها إنما له مرد هذا المرد أن الأمة بكل أطيافها ولا ينكر ذلك أحد قد بعدت كثيرا عن شرعة ربه نعم فإذا عادت الأمة إلى هذه الشريعة عادت الأمة إلى الحياة كما قال الملك جل في علاء يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ومن أجمل ما قرأت لأحد مشايخنا أنه ما وجد خلل إلا بعد كسر حواجز في هذا الدين الكلمة دي تاني ما وجد خلل إلا بعد كسر حواجز في هذا الدين طيب نسقط هذا الكلام على هذه الظاهرة ظاهرة التحرش الجنسي لمن تحدث وأين تحدث نعم ما سمعنا تحرشا جنسيا لمرأة منتقبة عفيفة خرجت بالضوابط الشرعية في حاجة وفي ضرور صحيح هذا الأمر الأول نعم إنما نسمع عن هذه الظاهرة لمن تخالف في ملبسها وفي مشيتها شرعة ربه نعم لا نرى هذه الظاهرة مع امرأة وقفت في مكان محدد وقفت بشكل محدد إنما نرى هذه الظاهرة لبنت أو لفتاة أو لمرأة وقفت وسط جموع الشباب إذن هو انفلاد اشتركت فيه أيضا البنت مع الولد هذا خطأ ما رده أن الكثير مننا خالف الشريعة نعم إن كان الولد إن كانت البنت لكن الأصل أن هذه الظاهرة ما نتجت كغيرها من الظاهر إلا بالبعد عن الشريعة وربنا جل وعلا يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ضنك في البيت ضنك في الغيط ضنك في المصنع ضنك في المتجر ضنك في الشارع ضنك في كل نواحي الحياة كما قال الملك جل في علا نعم كيف يتمواجهة هذه الظاهرة شيخ نكري إذا عرف الداء لابد أن نرجع إلى الدواء نعم فدواءنا كما قلت بل كما يقول ربنا جل وعلا استجيبوا لله وللرسول نعم قال سبحانه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع الآية الأولى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والآية الثانية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى عندنا هدى عندنا نور لكن الآفة فينا نحن الذين أبينا إلا الظلام وأبينا إلا الضنك أنا أقول لحضرتك ربنا جل وعلا الذي خلق الذي برأ الذي سوى الذي فطر الذي أنزل هذا النور وقال قد جاءكم من الله نور ربنا جل وعلا هل أنزل هذا الكتاب وأرسل سيد الأنبياء ليعيش الخلق بعيدا عن الله وعن شرعة رسول الله ثم يجد الحياة هل يعقل هذا أن يجد الخلق حياتهم بعيدة عن شرعة ربيهم وعن هدي نبيهم بل أنا أقول في كل لقاء أبى ربنا جل وعلا إلا أن يعلمنا بآيات مسموعة وآيات منظور ربنا جل وعلا بآيات منظور ربنا جل وعلا أبى إلا أن يعلمنا بآيات مقروعة وآيات منظور بمعنى يا شيخنا بمعنى ربنا جل وعلا جعل لنا كتابي أما الكتاب الأول فهو المقروء وهو القرآن تدبر فيه ومعه السنة لا تنفك عنه وزي ما شيخنا الشيخ حسن ربنا يحفظه يعني أصل وعلمنا بأن السنة لا تنفك عن كتاب الله ولا يستطيع مسلم أن يستقيم له الفهر لكتاب الله ولمراد الله بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هذه آيات مقروعة هذه آيات مسموعة وتعال كده ناخد منها مثال واحد فضل ونعيشه ربنا جل وعلا حينما قال لنا في كتاب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أمال إي رب إنما يؤخرهم ليوم بس دي القضية لكن ما من مظلمة إلا وربنا محيط بها إلا وربنا سيحاسب صاحبك عليه ونبينا المصطفى يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت ثم قرأ قوله جل وعلا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةَ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ آية وحديث نعم طيب إحنا وقفنا إحنا تعلمنا إحنا طبقنا هذا القرآن وهذا الحديث منهج حياة إحنا عشنا بمقتضى الآية والحديث للأسف طيب نعم واحد يقول من أبائنا أو ممن لم يجلس تحت أرجل العلماء ولا في اللقاءات ولا في المحاضرات أنا ما قرأتش كتاب ربنا وأنا ما سمعتش حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما تعلمتش يقوم ربنا يخطبوا بإيه بالآيات المرئية بالآيات المنظورة في هذا الكون من فرشه إلى عرشه من أرضه إلى سماء حتى لا يكون لأحد بين يدي الله جل وعلا حجة البت حينما صعد أبو الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق لما رأى الناس وقد تكالبوا على الدنيا وقد ركنوا إلى الأرض قال لهم إيه قال أيها الناس أيها الناس ما لكم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتأملون ما لا تطلون ثم قال لهم أيها الناس ألا إن عادا وثمودا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا ورجالا أيها الناس ألا من يشتري منكم ملك عاد بذرهمين من فيكم يشتري ملك عاد بثنين جنيه وعاد من معاد كما قال رب العباد ها عن عاد يصف ملكها وعن ثمود يصف عزها يقوله سبحانه ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرى ماذاة العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وأن عاوز كل مسلم وكل مسلمة ياخد باله مشانا اللي بتكلم مشانا اللي بوصف مشانا اللي ببين الصورة لا إنما هو الله وحينما يقول الملك جل في علاه التي لم يخلق مثلها في البلاد يبقى نقف نقف مع الوصف ده عشان نعرف نعرف الآيات ونتأمل ونتدبر فيها التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد اللي احنا قاعدين نتغنى ونتشدق وإحنا أحفد الفراعنة وإحنا أحفد بناة الهرم تب تدبروا في الهرم تب تدبروا في هذا الإرث وأصحاب هذا الإرث أين هم الآن أين هم الآن وماذا حصلوا من هذا الإرث وبما قدموا على ربهم جل في علاه نعم إذن هي نقطة رئيسية شيخنا كريم شخ خالد هي العودة إلى الله عز وجل نعم لو أعطيتك رسالة في دقيقة توجهها للأسر المصرية ولأسر المسلمين في شتى الأنحاء بخصوص حجاب بناتهم وأيضا بخصوص الإنفلات الأخلاق التي نجدها عند كثير من شبابنا الآن أقول كما قال الله نعم إياكم أن تظنوا البتة أن الحياة حياة العز والتمكين حياة الرفعة والريادة حياة الكرامة والسعادة حياة الرحمات والعطاءات والبركات من رب الأرض والسماوات سنحصل عليها بعيدا عن قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لن يكون بحال نعم سمحني بقى فلن يطلع على قناة معينة ينظر برحته واحد يطلع تاني ويحلل برحته مع حضرتك نقضي سنتين في كلام وفي محاورات ومهاترات وفي لقاءات عقيمة سقيمة برحتهم كلهم لكن أبى الله إلا أن يذل من عصاه نعم وهنا أذكر بكلمة الحسن البصري رحمه الله الذي قال فإنهم والله من دول ومن أعرض عن ذكري فإنهم والله وإن تقطقت بكم البغال وهملجت بكم البراظين يعني إن ركبوا أفخم السيارات ملك العقارات سكنوا القصور العاليات تزوجوا بالحسنوات فإنهم والله وإن تقطقت بكم البغال وهملجت بكم البراظين إن ذل المعصية لفي رقابكم اسمع أبى الله إلا أن يذل من عصاه وأفضل من هذا قول رسول الله في الحديث الذي رواه الترمذي وغير من حديث أبي أمام وفيه بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روع الحديث إلى أن قال فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى جزالكم الله أخيرا شكرا كريم أستاذ خالد لو انتقلنا إليك في ملف الإعلام وصفحة يريدة نود أن نفتحها بمناسبة عيد الأطحى المبارك وهذه الأيام المباركات مع كل الإعلاميين بمختلف انتماءاتهم الآن نحن بحاجة إلى أن نبني مصرنا الجديدة نحن بحاجة إلى أن نقف بجوار حكومتنا وبجوار رئيسنا الدكتور حامورسي لنقف جميعا لنبني مصر كيف تقول لأولئك الإعلاميين الذين لا شغل لهم ضرب المشروع الإسلامي إلا تشويل صورة الإسلامي بكل ما تحمله الكلمة من معنى أخي عمر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كل عام ومصر بخير ومن نصر إلى نصر بإذن الله تعالى في الحقيقة لابد أن أوجه إلى زملائي في الحقل الإعلامي والصحفيين بأن يتقوا الله أولا في أوطانهم ونفتح صفحة جديدة اسمها التصالح مع الوطن فإن ما يجري على الساحة الإعلامية من تربص للرئيس ومن فوضى إعلامية عارمة وعدم وجود خطاب إعلامي رشيد وعدم وجود خطاب إعلامي يعني يتميز بالحيدة والنزاهة فإن الخطاب الإعلامي لا بد أن يكون محايدا ولا بد أن يكون الإعلام مرآة لهذا الواقع لكن ما يجري الآن على الساحة إنما هو يمزق نياط قلوبنا ويفتت أكبادنا أن يكون الإعلام في واد وهوية هذا البلد في واد والإعلام في واد وينشر الفتنة بين أبناء هذا الوطن بدلا من أن ينشر رسالة أمل ينشر رسالة إحباط للأسف الشديد مشكلات عديدة كأنه يتربص بهذا الرئيس المبهر الذي تقول عنه يعني الصحافة البريطانية والأمريكية الانتبندد قالت في صدر صفحاتها ومرسي يزور نيويورك ليشارك في الجلسة الأمم الاتحدة الجلسة الاستثنائية تقول الانتبندد الرئيس المزهل على مرسي الرئيس مرسي يبهر العالم ولا يبهر أولئك الإعلامين الذين وضعوا غمامة على أبصارهم فهم لا يشاهدون ولا يبصرون أن الرجل أنجزا تاريخيا فريدا وهو أن يقيل العسكر من المشهد السياسي لقد ظلنا أياما وسنوات وعقود طويلة أكثر من خمسين سنة يحكمنا العسكر الآن يحكمون المدنيين بلا شك يزيح حكم العسكر إلى النهاية على ذلك ما قاله الردغان ما فعله مرسي في شهر عجزنا أن نفعله نحن في أكثر من 20 سنة بلا شك أن مرسي يصير بخطى سابتة وإن كانت له أخطاء لأن الكمال لله وحده ومن من بني آدم ليس له أخطاء لأن الكمال لله وحده لكن الشاهد في الموضوع أن الإعلام يحتاج إلى تصحيح مصار وإلى تغيير خطاب لكي يكون خطابا متسامحا أيضا لا بد للإسلامين عموما وللدعاء أن يحرصوا على الخطاب المتسامح وعدم إقصاء الآخر يعني ما يجري من عراق بين الإسلاميين وغيرهم من العلمانين لا مبرر له على الإطلاق لأننا نبني هذه الدولة وبناء الدولة الحديثة ونهضتها يحتاج إلى تكاتف الجهود ولا توحيد الصفوف ورب العالمين يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا لا بد أن نسعى لأن نكون إخوانا وأن نضع الكفوف بالكفوف والسواعد بالسواعد لنبني هذا الوطن لأن مصر ملك للجميع لا يمكن أن نقصي طرف دون آخر ثانيا أنه لا يستطيع لا يستطيع أي كان أي اتجاه في مصر أن يبني مصر بمفرده لابد من مشاركة الجميع والمشاركة في بناء هذا الوطن شرف لكل من يشارك في بناء هذا الوطن نحتاج إلى خطاب متسامح دعوي متسامح ونحتاج إلى خطاب إعلامي رشيد وأن يتق الله الإعلامون الإعلاميون يجب أن يتقوا الله جل وعلا فيما يقولون وفيما يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أيضا لابد من تفعيل مساق الشرف الإعلامي أين هذا المساق؟ ونرى تدليسا ونرى زيفا ونرى يعني إذا كان استطلاع مؤسسة كبيرة زي الأهرام أكبر مؤسسة إعلامية في هذا البلد وهي مؤسسة حكومية نرى أن الاستطلاع الرئيسي في الرئاسة يقول زيف وبهتان أن شفيق يحصل على أغلبية في الاستطلاع وأن الرئيس مرسي يحصل على سبعة في المية هل هذا يعقل؟ كلام يخالف الواقع يخالف الواقع أيضا التلفزيون المصري لابد من إعادة العالم كله يشهد أن الانتخابات في مصحة صد بنزاهة وبالديمقراطية التي كانوا يزعمونها ويدعونها نعم إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية بهرت العالم كله يعني لن نجد في أي دولة من العالم أن الشعب يقف طوابير تتعدى العشر كيلو والستة كيلو ينتظرون لكي يشاركوا في بناء هذا الوطن إذن العيب وكل العيب في النخب السياسية العيب وكل العيب في هذا الإعلام الذي يعني لا يتوخى الحقائق والذي يتربص بالإسلاميين وهوية هذا البلد ولا بد للإعلامين أن يعلموا أما هوية هذا البلد هوية إسلامية متجزرة المصريون متدينون بطبعهم الشخصي يعني أفضل تدين كما في إحصائية لمركز أمريكي منذ سنتين تقريبا أن أفضل تدين في البلاد العربية التدين المصري لأنه تدين وسطي لأنه تدين غير متشدد وأيضا تدين حقيقي وتدين بعاطفة يجب على الإعلام أن يتقلها في بلاده ويجب أن يعيدوا الحسابات لأن هوية هذا البلد لن تخرج عن الإسلام البتة أبدا نعم فضد الشيخ خالد ليس كل الدعاء يصلحون للخوض في مجال العمل السياسي وكثير من دعاتنا الآن نجدهم قد انغمسوا وانشغلوا عن دعوتهم وعن مساجدهم وعن لقاءاتهم مع شبابنا وتوعيتهم بأمورنا الدينية بالعمل السياسي وكثير منهم لا يحسن ذلك كيف نعود نحن كدعاء إلى عملنا الأساس أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سمحني يا دكتور عمر مع مراعاة طبعا أنا لا نفصل هذا عندك لكن ليس كل واحد فينا يصلح للخوض في مثل هذا الأمر حضرتك بتفتح جرح تفضل وإلى الله المشتك نعم الله يشهد الله على منابر حزب النور تحديدا في بداية الانتخابات كم نديت بهذه الكلمة نعم وكم حذرت من خطورة هذه المرحلة وكما ذكرت الأخي وأنا أتشرب بالجلوس إلى جواره أستاذ خالد ربنا أحفظه أن هذه المرحلة كانت تتطلب مننا فهما ووعيا وعلما ودراية أكثر بكثير مما دخل به الكثير من إخواننا ومن مشايخنا في المعترك نعم ولما كانت هذه المدخلات كانت المخرجات في واقع لا ينكره أحد بأن الدعوة قد خسرت كثيرا وأنا ذكرت لأستاذ خالد وإحنا في الغرفة بالداخل أن كانت الأمة وكان شعب مصر في الأيام الأولى من الثورة كانوا ينتظرون كلمة شيخ من مشايخنا نعم تحديد بس الوجه فماذا حدث الآن هل يترى السورالية على مكانة الجواب لا لماذا لهذا الذي حدث لذا أقول لكل من شرف بهذا الدين لكل من شرف بالدعوة لسنة سيد المرسلين اعلم بأن شرفك الحقيقي أن تبلغ عن الله وعن رسول الله بفهم وبوعي نعم فلا تحيد عن هذا المنبر البتة وإن أردت أن تدعو فلابد أن تدعو للأصول لابد أن تدعو للثوابت حتى لا يحدث ما حدث الآن بمعنى يعني حينما كان يطلب مني مثلا رأيي في مسألة أنا أقول رأيي الإسلام بلاش رأيي أنا بمعنى إيه؟ من نختار كما قال الله القوي الأمين خلاص نعم طب هو مين انت اختار دي مش بتاعتي عشان إيه؟ عشان اللي انت تختاره ما تحمل ليش أخطاؤه لأن أنا أمثل ليس خالد إنما أمثل الدعوة أمثل البلاغ عن الله وعن رسول الله فأناشد كل مسلم وكل مسلمة شرف بالدعوة إلى الله أن يعود إلى منبره الحقيقي وأن تكون دعوته لله ولرسول الله وإذا أراد أن يتكلم فلابد من فقه ومن وعي للواقع نعم وهنا أذكر مثال يعني يخلع القلب بعد ذلك الصلاة حاضر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم أهلا مرحبا فلن تفضل صد صفحة كديرة حضايا تحبت تفتحها تقول لنا فيها إيه؟ أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا أخي الفاضل عاوزين المادة الدينية اللي في المدارس وفي المعاهد تكون مادة تعرف الطالب والطفل إن هذه المادة تكون أول مادة تكون في المدارس ويعاقب المرء ويساد عليه جميل يعني المادة دي عاوزين نتركها ويأخذ الطفل يحسب عليها حساب شديد جدا ويعرفه هو تخلق لا هو تصمع لا هو توجد في الدنيا دي عشان شكرا لنجزينا نسو إبراهيم رؤيتك رؤية واضحة وطيبة وهي أن تدرس مادة التربية الدينية باهتمام ولا تكون مادة مهمشة كما هو الحال الآن للأسف الشديد اللي أستاذ متولد السلام عليكم السلام عليكم أهلا ومرحبا يا فندي صفحة كثيرة بتفتحها تقولينا فيها إيه حاول بس بيت شائر صغير كده طيب تفضل تفضل بقول حضرتك عار علينا عار علينا إذا كانت سواعدنا قدمت اليأس فلنقطع أيادينا يا عاشق الأرض كيف النيل تهجره لا شيء والله غير النيل يغنينا أعطاك عمرا جميلا عشت تذكره حتى أتى النفط بالدولار يغرينا عودوا إلى مصر غوسوا في شوائطها في شوائطها في شواطئها فالنيلوا أولى بنا نعطيه يعطينا ده شعر فاروق جوي ده حضرتك كلمات المهمة فألم حضرتك كل كلام طيبين صلى الله عليه وسلم ونكمن العيد الجاي أو نرجو من الله سبحانه وتعالى العيد الجاي يكون تطبيق شرق الله موجود وإحنا أهل تطبيق شرق الله ويكون إحنا في رباط وفي ترابط بيننا وبالبعض أو كأمة مسلمة على مستوى العالم نكون حسين ببرمة حسين بسوريا حسين بفلسطين اللي المسجد الأخصى خلاص يعني ربنا واختبال حضرتك أما أنا بتكلم على الشأن المصري اللي أحب أضيف الإنسان لو أمن حضرتك عدم العقوبة بيفعل كيف يشاء أخونا الفاضل وأستاذنا الجليل الأستاذ خالد الدكتور خالد أخوك خالد نعم أخوك خالد يا فندم على راسي الله يحفظك بلسانة وساعدتك طيب يا فندم بني يحفظك يا حبيب ربنا أعزك بنور الإسلام وبصرته وبصرتك وبصرت الشيف وكلنا جميعا أعصد أقولي يا فندم إحنا النهاردة ربنا كرمنا بالدكتور محمد تمام ولكن إحنا برضو في ممكن يعني الكلامي مش نازم يكون صح ولكن فيه أخطأ في المرحلة أخطأ في اختيار بعض الناس أخطأ إحنا عاديين ندلل بعض الناس أولا هما من الوطن والأمح في الوطن ولكن في العالم كله حضرتك ما بش حاجة اسمها دستور توفقي في حاجة اسمها بالتصويت عالم كله أولا مش معنى ذلك اللي أنا بدعو لانشقاك حضرتك ولكن كل بالمناسبة كل ما احنا بنسيب حاجة واخد بال حضرتك بيطمعوا فينا شوف إحنا عايزين نستعبد الناس أو نتكلم بأسلوب وحش استقلاء مع الناس واخد بال حضرتك ولكن أنا عايزة أذكر الناس وذكر نفسي مش عادة عالي على الناس شوفوا يا أخوانا أكتر مين أعزوا في كل العهود السابقة على مستوى الطيارات كم طبعا كل معظم في طيارات اشتراكية ويسارية أزت من بعض مباركة لكن أكتر ناس أزت وضحت هو الطيار الإسلام طيام شكرا جزيلا أخي الكريم باركة لو فيك على هذا الاتصال فضي الشيخ خالد إذن هو نداء للدعاء أن يعودوا إلى منابرهم الدعوية قبل أن أستطرد في الحديث الذي سأذكر إن شاء الله أذكر أخي ربني أحفظه بتصحيح هذه المقولة التي ذكرها نقلا عن شاعر الشاعر فاروق جويدة ألا وهي بأنه لا شيء غير النيل يغنينا فالذي سيغنينا إنما هو الله صحيح والغنى لن يكون إلا من الله جل وعلا نعم أما الأمر الثاني فالحديث الذي لا بد أن نقف معه بعض الوقت ذكر ابن كثير بإسناد رجاله ثقات إلا واحد وهو ثقة أيضا بأن المسلمين حينما بلغوا ثمانين وثلاثين رجل ألح الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في الظهور وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر يا أبا بكر إن قليل فما زال الصديق يلح عليه حتى أجاب وإذا بالمسلمين وقد تفرقوا في جنبات المسجد وقام الصديق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول خطيب في الإسلام وإذا بمكة وقد قامت وأخذوا في ضرب الصحابة في كل جنبات المسجد وقام الفاثق عثبا ابن ربيعة على الصديق رضي الله عنه وأخذ يضربه بن علين مخسوفتين يحرفهما لوجه حتى ضاعت وانتكت معالم وجه الصديق وإذا بقبيلة بني تيم قبيلة أبي بك قد جاءوا وحملوا الصديق في ثياب لا يشكون في موت وذغبوا بك إلى بيت أبي قحافة ثم عادوا وقالوا لإن مات أبو بك لنقتلن هذا الفاسق وقاموا على رأس الصديق من أول النهار فما أجابهم إلا من آخر النهار هنا درسوا عبر لكن أنا لي أشهد واحد بس فلما أفق خذ بالك من الكلمة دي حملوا في ثياب ما يشكون في موته قاموا على رأسه من أول النهار فما أجابهم إلا من آخر النهار فماذا قال بعد ده كله ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الهم اللي لازم نحمله ده الصفحة اللي لازم نفتحها ده الحوار اللي لابد أن يكون على موائدنا وفي بيوتاتنا وفي شوارعنا يطار دينا عمل إيه يطار شرعة ربنا فينا عمل إيه يطار سنة نبينا في حياتنا عمل إيه ما صنع رسول الله فنالت عشيرته من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركوه وقالوا لأمه أم الخير أطعميه أو أسقيه شيء وإذا بأمه على رأسه تريد أن تطعمه أو تسقيه فيقول ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا كلمة واحدة فقالت والله لا علم لي بصاحبك قال فاذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها ما صنع رسول الله فجاءت أمه أم جميل فسألتها ما صنع محمد هنا الفقه هنا الدرس لازم نتعلمه هذه إمرأة تربت في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لي والكل إخوان إمرأة تربت في مدرسة النبي قالت أم أبي بك ما صنع محمد فقالت والله لا علم لي بابنك ولا بمحمد فقه المرحلة متى تقال الكلمة وكيف تقال الكلمة أقسم بالله أنا أسمع كلمات تخلع القلب ممن يدعي بلاغا عن الله وعن رسول الله أرى أفعالا هي أبعد ما يكون عن هدي رسول الله وطبعا الشعار كله تحت مسمى نصرة الدين لا والله لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منا من ينفر عن هذا الدين لابد أن نخذ بالنا طعام الصغير لا يغني عن الكبير وطعام الكبير سم للصغير ولكل مقام مقالي قالت المرأة والله لا علم لي بابنك ولا بمحمد ولكن إن أردت أن آتي معك أتيت فجاءت إلى الصديق فلما رأت صاحت وصرخت ثم قالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل كفر وفسق أنت متخيل المشهد متخيل لأصاب أبو بكر طيب فماذا قال قال ما صنع رسول الله كلمة وحدة لا يحيد عنها وياريت تبقى دي المنهج بتاعنا ياريت تبقى ده حوارنا ياريت تبقى ده همنا دينا شرعة ربنا عزنا كرمتنا حياتنا رفعتنا لابد فقال قالت أم جميل هذه أمك تسمع وتقرأ شف الفقه فقال لا عليك ثم الحديث إن شاهد من الأمر لابد أن يتعلم كل واحد مننا كيف يتكلم وبما يتكلم ومع من يتكلم الأمر اللي أنا يعني ندد به قبل كده وأنادي به الآن ولعل من هذا المنبر المبارك أن تصل لدعوتي بقول لمشيخي الكبار الذين جعل الله جل وعلا لهم القبول وجعل فيهم الثقة ياريت يبقى في لقاء خاص مع السلم الدعوي بمعنى بمعنى أنا واحد خالد اسمي خالد يعني بطلع على منبر بيحضر لي خمسة ست أخوالي الأستاذ خالد بيطلع على منبر بيحضر له خمسة ست شيخنا وسيدنا شيخ أبي إسحاق ربنا يحفظه بيحضر له ملايين شيخنا وسيدنا الشيخ حسان بيحضر له ملايين شيخنا الشيخ يعقوب شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود شيخنا الشيخ ناشا شيخنا كله بدون تحديد أسام وأعتذر لمن لم أذكر أسماءه طيب هل يطرأ الأولى الأولى أن اللقاءات دي هي العامة ويبقى ده الشغل ولا لابد من لقاء خاص لأن الخمسة أنا بأثر فيهم والعشرة الأستاذ خالي بأثر فيهم وعلى مستوى مصر كلها تخيل كده خمسة عشر عشرين تلاتين أربعين نعمل كامل أنا حضرت موقف والله العظيم وصرخت بهذه الكلمات لأحد مشايخي ولعله يسمعني الآن كنا على الغداء وبعض المشايخ ممن جاءوا من منابر مختلفة قعدنا ده تكلم بكلام شديد جدا وده تكلم بكلام شديد جدا وده تكلم بكلام بعيد جدا بل والله ذكر لي أن أحد الدكاترة في الأزهر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرئيس المخلوع ابن ستين كسر بالحرف فأنا صدمت من الواقع ده قلت يعني فلان وفلان وفلان من الدعاء قالوا الكلمة اللي احنا قلناها أو اللي هم قالوا على الغداء ده لتبقى مصيبة فاتصلت بأحد مشايخي الكرام وقلت له يا شيخ ربنا يحفظك لابد من لقاء المشايخي الكبار مع البعض الصغيرين عشان يبقى فيه فهم وعشان يبقى فيه توضيح لرؤية قضية عشان يبقى لسننا متحد أو متناسق على الأقل ويه أيوة نعم حاضر نعم مستعد ناس الله يسر لك هذه اللقاءات إن شاء الله لعلي في بشرة فضل هو اللقاء الذي عقد عند فضيلة الشيخ مصطفى العادة ويسيدنا ربنا يحفظه وياردت يبقى ده اللقاء المتكرر والدائم حتى أنا أستقل معلومة من مشيخي حتى يستقيم فهمي وتستقيم دعوتي نعم أستاذ خالد جمعة الشريعة جمعة الشريعة وهي 2 نوفمبر اتفق فيها معظم ائتلافات الثورة وتأتي في خضم أزمة إقالة النائب العام فللأسف الشديد إحنا دلوقتي يجب علينا كمصريين أن ننزعج كثيرا من خروج معظم البلطاجية والقاتلة الذين تلوست يعني الدماء بأيديهم دماء الشهداء يخرجون براءات بل يخرجون ألسنتهم لهذا الشعب نعم لابد من تطهير القضاء لابد من إقالة النائب العام من أجل القصاص العادل وبناء دولة القانون نحن قمنا بهذه الثورة المباركة من أجل العدالة من أجل أن تكون هناك عدالة في هذا البلد فأول ما يصدمنا من هذه المحاكمات أنها خالية من الأدلة وخالية من الأحراز كأن هناك من تواطأ وتربص بالأدلة ونفاها وأطمصها تماما يتحمل المشكلة النائب العام يجب هذا النائب العام الذي لم يتناغم مع الثورة المصرية والذي تطاول على أكبر رأس في الدولة يجب أن يتنحى من منصبه لأن الإرادة الشعبية التي أسقطت مبارك سوف تسقط أي مسؤول في هذا البلد حتى يتسنى لإقامة مصر الحديثة ومصر التي يسودها القانون والعدالة النائب العام للأسف الشديد لم يتناغم مع هذه الثورة إذن مطلب شعبي ورئيسي إقالة النائب العام أيضا بالنسبة لجمعة الشريعة هناك من يريد أن يمحي هوية هذا البلد في من خلال الدستور دستور هذا البلاد لا بد أن يتفق مع تعاليم ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية كل قانون في الدستور وكل مادة لا تخالف الشريعة الإسلامية لو فعلنا غير ذلك فنحن نصطدم بهذا الشعب الذي هويته إسلامية ودينه وعقيدته لا يمكن أن يكون الدستور في واد وهوية وعقيدة هذه الأمة في واد آخر يجب على كل مسلم ويجب على كل مواطن أن يشارك في هذه الجمعة ليس من أجل أن يعتلل الإسلاميين ويمتلك مفاصل الدولة لا نقول أنه لا بد أن يستمر الإسلاميون في الحكم لكن نحن نرسي قواعد نرسي أن الشريعة ليس مطلب طرف وإنما يعني هي من أساس عقيدة كل مسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم إذن تحكيم الشريعة إنما هو جزء من عقيدة المسلم هذا الدين جاء ليس والقرآن جاء ليس ليتلى في المآتم ولا المناسبات أو نتلوه في الصلاة ونتعبت به فقط وإنما جاء ليحكم يعني أنزلنا إليك الكتابة بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة هذا الدين جاء ليسوس يعني حياة الناس ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالشريعة مطلب شعبي يجب على الواضعين للدستور والذين يسودون مواده الآن أن يعلموا تماما العلم لن نرضى بدستور يخالف الشريعة الإسلامية هذا الشعب لن يرضى بأي مادة تخالف الشريعة الإسلامية حينما يأتي العلمانيون في المادة 36 ويريدون مساواة الرجل بالمرأة في المراس وفي الطلاق وغيرها من الأمور التي تخالف الشريعة الإسلامية إنما هم يعني يغربون هذه الأمة يريدون تغريب هذه الأمة لن يرضى أي مواطن مصري أن تكون المرأة هي التي تطلق بيدها أو من يرضى أن يتساوى الرجل بالمرأة في المراس وهناك نصا قطعيا وأحكام قطعية في القرآن بأن للذكري مثل حزل أنسيين إذن هؤلاء يعني يحاولون يحاولون تغريب الأمة ويحاولون أن يجعلون في أزمة كبيرة هذه الجمعة جمعة فاصلة لإثبات أن الشعب يريد الشريعة الإسلامية حاكمة وموجودة في الدستور وأيضا نريد العدالة والقصاص لدماء الشهداء لأن هذه الدماء غالية عزيزة أغلى عند الله من الكعبة وهي أيضا أغلى من الرئيس ومن الدستور ومن القانون ومن النائب العام إذا كان القانون يحصن النائب العام ويجعله لا يقال فإن دماء الشهداء الغالية العزيزة التي لم نقص لها تحتم علينا إقالة هذا النائب العام بل تغيير القانون وتغيير الدستور لأن القصاص العادل كما قلت هي بداية تكوين الدولة الحديثة ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب لعلكم تتفكروا الله مستعد الإتلافات المشاركة في جمعة الشريعة أكبر الإتلافات الموجودة أكبر الإتلافات بإذن الله الحرية والعدالة وحزب النور والبناء والتنمية وإتلاف الثورة بقيادة الشيخ صفوة حجازي وحزب الشعب الجبهة السلفية ونقابة الدعاء والتجمع الوطني لحماية الثورة وغيرها يعني معظم أكثر من 18 اتلاف وجماعة مشاركة في هذه الجمعة بإذن الله الله مستعان في نهاية هذه الحلقة لا يسعوني أن نتوجه بخارس الشكر لفضيلة شيخ خير الشيخ نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة وكل عام أنت بخير وأيضا الصحفي الأستاذ خالد شريف نورتنا وشرفتنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الشريعة في مصر وإن شاء الله تحقق كل مطالب الثورة في القريب العاجل مشاهدنا الكرام بإذن الله عز وجل ألقاكم يوم الاثنين القادم في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة مع مجموعة ونخبة كبيرة من علمائنا وأيضا ألقاكم يوم الخميس من خلال برنامج مع الشباب في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة أنتظر تفاعلاتكم معنا من خلال صفحة محب برنامج مع الشباب على الفيسبوك وبإذن الله عز وجل ألقاكم يوم الاثنين لكم تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته رحلة العمر الطويلة منحة الله الجميلة بعضهم قد أفسدوها بالمعاصي والرديلة وأناس أسعدوها بالمهمات النبي